اشتركوا في القناة في غرفة سلوان قعدت على كرسي تبنهت براحة وهي بتبص للكريدت اللي في ايديها بعد ما كانت قررت تسمع كلام والدها لكنها قررت تفضل كذا يوم تستمتع بالاكسر سمعت راني تليفون الغرفة ردت مبتسمة لكن بسرعة اختفت الابتسامة لما سمعت والدها بيقول سلوان ارجع للقاهرة فورا ردت سلوان بعناد وقالت لا يا بابا انا خلاص لقيت الكريدت بتاعتي هفضل هنا كم يوم اتفسح وحتى كمان اسيبك مع عروستك تتهنى شوية اكيد وجودي معاكم في نفس الشقة عامل لها احراج اتكلم هاشم بغضب وقال سلوان بلاش عنده وارجعي فورا وإلا رد فعلي هيكون مش كويس انا قادر ارجعك لهنا تاني غزم اتنهدت سلوان بعناد وقالت بابا هقولتلك انه مش اول مرة اسافر لمكان لوحدي تفرق ايه الاكسر عن سفر لأي مكان غيرها معرفش السبب لرفضك المستمر عليها بابا هو اسبوع وهرجع للقاهرة قالت سلوان كده وقفلت السكة قبل ما تسمع رد والدها لكن اللي ما كانتش قادرة تفهمه ايه سبب تحكمه ده لكن افتكرت وقالت انا نسيت الشخص اللي جاب لي الكريدت زمانه استغيبني والدايق او ماشي على عموم هنزل ويا رب يكون لسه موجود اقل حاجة اشكره بصراحة لو لا كان زماني هرجع تاني غزب للقاهرة هقبل ما زور قبر ماما الاول مرة في حياتي وبعد دقايق راحت نحية المكان اللي كان بينتظرها فيه جويد لكن في البداية ظنت انه مشي لكن لما لقيته ابتسمت له باعتذار وقالت اسفة اتأخرت على منزلت رد بابتسمة وقال فعلا انا كنت استغيبتك وكنت همشي بس جالي اتصال ووجفت ارد عليه شفتك وانت نازلة على السلم فرجعت لهنه تاني اتكلمت سلوان بامتنان وقالت بصراحة انا مش عارفة اشكرك على ايه ولا ايه بسببك انا لسه موجودة على قيد الحياة وكمان بطاقتي والكريدت اللي معت عين جويد وقال كل شيء وله سبب انا كنت سبب مش اكتر اتسمت له وقالت فعلا كل شيء له سبب وانت السبب اني هفضل هنا كام يوم في الاكسر بعد ما خلاص كنت هرجع للقاهرة من تاني اجلت الرجوع وقررت استمتع هنا بجمال الاكسر اتكلم جويد بفرحة وقال متأكد ان الاكسر هتعجبك جدا اكدت سلوان على كلامه وقالت اكيد انا كنت شفت اماكن ومزارات على النت قبل ما جي وكمان غير المعابد قدامي اسبوع استمتع به هنا واشوف الاكسر كلها ابتسم جويد لكن في نفس اللحظة جاله فكرة وقال بس انا اقدر اخليك تشوف الاكسر كلها في ساعتين زمن اتكلمت سلوان بتعجب وقالت ازاي ده بقى قبل مايرد جويد رن تليفونه طلع التليفونه وبص على الشاشة وبعدها قال لي سلوان مش هقدر اقول لك ازاي دلوك بس لو حبه وجلبك جامد نتجابل الساعة 6 المغرب للحظات اترددت سلوان وكانت هترفض لكن الفضول اتمكن منها غير انها حاسة بالراحة النفسية ناحيته اترددت شوية لكنها قبلت وقالت تمام هستناك هنا في لوب الأوتيل الساعة 6 العصر في المستشفى وإلاف ماشية في ممرات المستشفى سمعت حد بينادي عليها بصت وراها ووقفت متسمة وقالت عم بليغ ازايك يا دكتورة إلاف اجده برضو نسيت عمك بليغ جيت لي هنها أكتر من مرة عشان أغير على الجرح وما كنتش بعطر فيك واللي كان بيغيرلي على الجرح الممرضات وقديهم تجلة جوي ابتسمت له وقالت أنا طول اليوم ببقى هنا في المستشفى بروح على النوم بس أكيد ببقى مشغولة مع حد من المرضى بس كويسة والنهاردة اعترت علي مدي ايده ليها بكيس ورق وقال ده من حظك الحلو وانا جاي للمستشفى جابلني بيع نبك صبحين وهو يتكسفي يدي ابتسمت له ومدت ايديها وأخدت كام واحدة من الكيس وحطت واحدة في بقاها وقالت لا مش هكسف ايدك أنا بحب النبق جدا ولو اديتني الكيس كله هاخده مدي ايديه بيه ليها وقال لها يبقى الكيس كله من نصيبك ابتسمت له وحست بالحرج وقالت أنا كنت بهذر ابتسم بليغ لما شاف جواد جاي عليهم وقال الدكتور جواد كمان بيحب النبق ابتسم جواد وقال أحلى وألز نبك تكليه من يد عم بليغ اتكلمت الاف وقالت فعلا طعمه لذيذ وصابح اتفضل ابتسم جواد ومدي ايده في الكيس وأخد وقال بسرعة تعرفتي على عم بليغ ابتسم بليغ وقال الدكتورة هي اللي خياطت لي يدي وبصراحة هي أحن كتير من الممرضات اللي هنا اللي نجس يتردوني ابتسم جواد وهو بيبص الالاف واني بتلمع بشعور خاص لكن حست بالغيرة لما بليغ اتكلم بعفوية وقال الدكتورة الاف بلسم ياريتها كانت جات لهنه من زمان جبل ما شيب كنت جطفت لها النبج من على الشجر بيدي ابتسمت الاف وحست جواد بغيرة من طريق التبادل الكلام الودي والهزار بينهم كأنهم يعرفوا بعض من زمان بص جواد في ساعة ايده وقال انا عندي عملية جراحية بعد نص ساعة لو الدكتورة عتحب تشارك في العملية ابتسمت الاف بلحفة وقالت عملية ايه؟ رد جواد وقال عملية جلب مفتوح لطفل صغير اتكلمت الاف بتعجب وقالت هو النوع ده من العمليات بيتم هنا في المستشفى دي؟ رد جواد وقال ايوة المستشفى فيها جزء صغير مخصص لجراحة الجلب بس طبعا الحجز بالأسبقية او بالواسطة بس ده طفل صغير ومحتاج تدخل سريع صدفة من كام يوم والده جابلني على باب المستشفى وجل ان المدير السابق اعطاه معاد بعد 4 شهور بس لما جاب لي ابنه لاجيت انه محتاج تدخل سريع والانتظار مش في صلحه ابتسمت الاف وقالت تمام انا دي هتبقى اول عملية احضرها بعد التخرج ابتسم لها بليغ وقال رب ان يوفقكم ويجعل شفة طفل ديه على يدكم يلا هاروح اشوف اي ممرضة تغيرلي على الجرح النهاردة واستحمل باجة ابتسمت الاف وقالت هاستناك بكرة في نفس المعدة وانا اللي هغيرلك على الجرح بس انت دهيلي دي اول عملية خطيرة في حياتي اشارك فيها وانا دكتورة مش طالبة ابتسم لها بليغ وقال ربنا يوفقكم عشان جلوبكم الطيبة حس الجواد بغيرة مقدرش يخفيها وقال اظن دلوك لازم نتعجم عشان العملية فيهم بليغ نبرة صوص جواد وابتسم بصخرية ازاي يعتقد انه يبص الالاف كحبيبة وهو بيعتبر نفسه قب ليها مشيه قدامه وهو باصص عليهم وشايفهم لايقين على بعض واتمنى في قلبه امنية ان يشوفهم في يوم عريس وعروسه الساعة ستة وعشر دقايق تقريبا ابتسم جاويد لما شاف سلوان جاي عليه في استقبال القتيل بصل ساعة وقال بهزار عشر دقايق تأخير الساعة ستة وعشرة ابتسمت له وقالت مفيش ستة بتوصل في معادها مظبوط ابتسم وقال الاعتراف بالحج فضيلة على العموم خلينا نتحرك عشان الوقت ابتسمت له وقالت بصراحة عندي فضول اعرف ازاي هشوف الاكسر كلها في ساعتين مفيش غير طريقة واحدة وهي هليكوبتر ابتسم لها وقال تخمينك فيه جزء صح بس مش هليكوبتر حاجة مشابهة ليه ده جايج وهتعرفي هزت له راسها بالموافقة وراحوا رجبوا عربية وبعد دقايق وقف العربية ونزل منها وشور لعب النزول هي كمان نزلت من العربية وبصت في المكان وقالت منطد ازاي ما جاش في بالي انا شفت ده وانا بعمل سرش على النت عن الاكسر بس انا استكتت فجأة لما جاه جاويد قدامها وسأل بفضول وقال بس انتي ايه جلبك مش جامد حاست سلوان براكفة حاولي تخفيها وقالت قلبي جامد بس الحكاية هنا مش حكاية قلب انا قريت عن حوادث كتير ان المنطد اوقات بيفرع وهو في السماء ابتسم جاويد بتفاهم وقال جلتي اوجات يعني مش دايما دي حوادث فردية وممكن تكون بسبب ان اللي بيوجه المنطد ما عندوش فكرة عن طريقة التعامل معايا على العموم ما تخفيش كل حاجة في الحياة مجاسفة اتسألت براكفة وقالت وانت تعرف تتعامل مع المنطد كويس؟ انا لسه من يومين بس كنت في مواجهة معموت محقق تحت عجلات القطر مش يمكن عزرائيل مستني فوق داحك جاويد ومد ايده ليها وقال ما تخفيش متأكد ان المجاسفة مش هتضرك بالعكس يمكن تجمد جلبك اكتر الرؤية من فوق شكل تاني خلي عندك ثقة وصدقيني وهتشوفي بصت سلوان ليد جاويد الممدودة للحظات فكرت في الهرب خوفة عندها من الاماكن المرتفعة والاماكن الديقة والبراشوت حجمه يساعل اتنين بس لكن نبرت صوت جاويد الواثقة دفعتها للموافقة بدون ارادة منها مش عارفة سبب لثقاتها زايدة فيه فكرت للحظات بالتراجع والرفض لكن جاويد قال لها بلاش تفكري كتير اوجات قرار مجنون في لحظة تسرع بيبجى ورفوز ومتعة عظيمة ما تعرفش ازاي رفعت ايديها وحطتها في ايد جاويد اللي سحبها للدخول للمنتض وشغله حست بهزة قوية وكانها يختل توازنها لكن طبقت ايديها تمسك بايد جاويد وحرر في المنتض بسبب ان دفاعه الفوق ابتسم جاويد وحس بلسعة كهربا مست قلبه بسبب برودة ايديها اللي بين ايديه وقال غريبة يدك ساجعك ده ليه مع ان الجو ميل للحر حست بخجل وسحبت ايديها من ايده وقالت بسمع دايما ان المنتض بيتحرق في الجو ضحك جاويد وقال بتلاعب فعلا حصلت كذا حالة المنتض ولع وهو طير في الجو خافت سلوان وبصت في الارض وقالت احنا لسه قريبين من الارض خلينا ننزل افضل ما قدرش جاويد يتمالك نفسه من الضحك وقال وليه تقدر البلجة بالوجوع استمتع بالنسمة اللطيفة والنظيفة اللي في الجو فوج ما تخفيش في المنتض برشوت لو حصل حاجة نقدر نستعمله اتري يا ايد سلوان وقالت على اعتبار ان البرشوت هو كمان ممكن بسهولة يا فرق ضحك جاويد وحاول يطمنها وقال على فكرة الاكسر من فوق غير هو بالذات في الوقت ده من السنة الخريف له مزاق خاص هنا في الاكسر الجو بدأ يلطف بعد حر الصيف كمان هتشوفي معبد القرنك من فوج بمنظر تاني غير لو شفتيه من على الارض هتجولي شوية اعمدة خرصانية صحيح مرسومة ومتنفذة بدقة وابداع بس الابداع الحجيجي هتشوفيه من فوج مع الصوت والدوق اللي هيبدأه دلوق هتسمعي حكاية المكان بطريقة تحسسك انك جوة قصة خيالية حست سلوان بشوية هدوء وهمست لنفسها وقالت والله انا اللي حست ان جوة قصة خيالية لو حد بيحكيها لي كنت قلت عليه سازج مر الوقت بسرعة بعد رحلة انتهت بسلام اتنهدت سلوان براحة بعد ما نزلت من المنطاض جويد بابتسامة في مطعم كويس جرايب من المكان لو ما عنديكش مانع ممكن تجبالي عزمتي على العشاء اترددت سلوان وقالت لا 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 مش هقدر اقبل عزمتك على العشاء لان الوقت خلاص قربنا على الساعة تسعة ونص ولازم ارجع للأوتيل ابتسم جويد وقال تمام اتفضلي خليني اوصلك للأوتيل هزت راسها وراحوا لمكان ركن العربية رجبت جنب وسأ بيها وفي طريقهم للأوتيل حل الصمت الوقت قبل ما تتنحنح سلوان وقالت بصراحة ننسيت اسألك على اسمك انا اسمي سلوان بصلها جويد وقال عارف اسمك من جابلك ده للحظة تعجبت وسألت وقالت وعرفته منين بقى للحظة كان هيقول لها جويد انه يعرف اسمها من قبل ما يتقابل معاها لكن قال من بطاقتك الشخصية وكمان الكريدت حست سلوان بإحراج وقالت اه اسفا نسيت وكمان نسيت اشكرك على انقاذك لي يا ليلة القطر ولو ما كنتش مسكتني يمكن محدش كان قدر يتعرف لي على ملامح